اشتركوا في القناة جزئية من كتاب عقيدة العوام منظومة عقيدة العوام للامام المرزوقي المولود سنة 1205 هجريا والمتوفى سنة 1262 هجريا مولود في مصر امام مصري ومتوفى في مكة المكرمة ومدفون بجوار ستنا خديجة رضي الله عنها سيدنا الامام المرزوقي عامل العقيدة او عقيدة العوام في صورة منظومة زي ابيات الشعر وصلنا فيها للكلام عن الانبياء قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين ارسال انبيا ذاوي فطانة بالصدق والتبليغ والامانة وجائز في حقهم من عارض بغير نقص كخفيف المراض عصماتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة واحدة واحدة انا عارف انه ممكن يبقى جديد على بعض الناس انه يسمع العقيدة في صورة ابيات شعر لكن زي ما كنت حكيت لحضراتكم في اول مجلس لعقيدة العوام ان في بعض الاوقات ما يقدم العلم في صورة ابيات شعرية فبيقول سيدنا ارسال انبيا ذاوي فطانة بالصدق والتبليغ والامانة لما تدرس عقيدة هتلاقي ان العقيدة بتتكلم عن الالهيات وما يجب في حق الله من صفات يجب ان تعرفها ثم يتكلم عن النبوات وما في حق الانبياء من صفات وادوار ومواقف وقصص يجب ان تعرفها عن الانبياء عشان تعرف تؤمن بالانبياء ثم السمعيات كل شيء غاب عن ادراكك انت بتعرفه بالسمع يعني سمعنا ان في يوم اخرى ما شفناهش سمعنا ان في كتب نزلت على الانبياء ما شفناهاش فاذا تكلم عنها الله او رسول الله عليه السلام سمعناها فصار الغيب اسم السمعيات ما جاءنا عن طريق ان احنا سمعنا الاخبار سواء اللي وردت في القرآن او في السنة النبوية الشريفة فاحنا وصلنا بعد ما تكلمنا عن صفات ربنا في المقطع اللي فات وصلنا للكلام عن الانبياء قال ارسالة انبية ذاوي فطانة الله سبحانه وتعالى بيخاطب عباده وبيعرفهم على نفسه وبيعرفهم على دينه وبيعرفهم على اخرته كيف يخاطب الله العباد هل يلاقوا كتب مرمية يقروها ولا محتاجين مع هذه الكتب شخصيات هذه الشخصيات تبقى شخصيات كاملة شخصيات سوية شخصيات الله سبحانه وتعالى هو الذي رباها وقدبها وعلمها ثم يرسلهم ليعلموا البشر كيف يعبدوا الله وكيف يعمروا الارض وكيف يتعاملوا مع بعضهم البعض هؤلاء الانبياء وكلمة نبي لها اكتر من معنى اما نبى يعني ارتفع فالنبي ارتفع لانه الله اصطفى بالنبوة فنبى عن قومه ومن اتبع هذا النبي ارتفع دنيا واخرى وقد تأتي من نبئة يعني الله بينبئه بالغيب وينبئه بالشريعة اذا كان هذا النبي ايضا رسول معه رسالة الله يأمره بابلاغ هذه الرسالة وكنا تكلمنا قبل كده عن الاثر الشريف اللي روى الامام احمد ان الانبياء عددهم 124 الف نبي رسول منهم ما يقرب من 313 او 315 رسول فكل نبي معه رسالة يسمى رسول فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول يعني كل رسول ربنا منبئه مع رسالة فاكيده ونبي لكن ليس كل نبي معه رسالة فقد يكون نبي وليس رسول سيدنا محمد عليه السلام نبي رسول سيدنا عيسى نبي رسول معه الانجيل سيدنا موسى نبي رسول معه التوراة وهكذا سيدنا ابراهيم ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى فسيدنا ابراهيم نبي رسول معه صحف صلى الله عليه وآله وسلم فارسل انبي ذاوي فطانة استحيل ربنا يرسل نبي بليد الحس الفطانة يعني الذكاء سرعة البديهة الحكمة في العبارة الحكمة في توقيت الوعظ والنصيحة الخبرة بامور الناس التعبدية العبادة وامور الناس الحياتية مشاكلهم في بيوتهم ومعاملتهم فلان النبي دا بيجادل الناس اجادلهم بالتي هي احسن ويدخل في نقاشات فلازم يكون سريع البديهة حسن التوصيل هو تلقى تحمل من الله الوحي ثم سيؤديه فلازم يكون حسن التحمل يفهم وحسن الاداء يؤدي عشان كده ربك يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته فالرسول يستقبل ثم يؤمر بالبلاغ فيجب ان يكون في اعلى درجات الفطانة والحكمة فيستحيل على الانبياء ان يكون عندهم شيء من ضعف العقل فيقول ارسال انبية ذاوي فطانة بالصدق فلا يكذب نبي دا الانسان العادي لو كذب يفقد مصدقيته فلا يصدقه احد فاصل الانبية يعني ايه الخلق الاشهر عنهم الصدق والامان بالصدق والتبليغ كل نبي بذل الجهد الاقصى لايصال الرسالة وايصال ما امر الله به هذا النبي ان يوصله للناس فبلغ يا كما قال تعالى فان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد بالصدق والتبليغ والامانة عندهم امانة امانة في ايصال الحلال والحرام فلا يجاملوا اقوامهم طربا لرضى الاقوام فما يقول لهمش حاجة لحسن يزعلوا او يخفوا حاجة من الدين لانه مش وقته لا هو لا يقول ولا يسكت ولا يأمر ولا ينهى اصلا الا بوحي والوحي هو قمة الامانة اصلا مع البشر وبالتالي من اعظم صفات الانسان المؤثر الا على سنة الانبياء ان يكون امينا ولو ما يعرفش حاجة يعمل زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام يسكت حتى يأتيه الوحي بعدها بيوم او بعدها بفترة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك قد حكم الارض بالعدل وعن اقوام دخلوا في كهف معين وعن اشياء سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فسكت فنزل الوحي بعدها بفترة ويسألونك عن ذي القرنين ولما سئل عنه يسألونك عن الاهلة واذا سألك عبادي عني كلها اسئلة يسألها النبي فينتظر عليه الصلاة والسلام بسبب امنته العظيمة ان يأتيه الخبر من الله سبحانه وتعالى وجائز في حقهم من عاراضي بفترة غير نقص كخافيف الماراضي هؤلاء الانبياء بشر اه بس هم معصومين من التلف اللي يعقهم عن اداء الرسالة فلا يصاب منهم نبي مثلا بالجنون فلا يستطيع ايصال الرسالة او بمرض منثر معدي الناس ما تحبش تقرب منه فتنفر لان ده يعوقه عن ايصال الرسالة او ان يصاب بعطب معين في ادواته لايصال الرسالة فمثلا يقول العلماء مثلا فلا تكسر اسنان نبي فيجي ينطق ببعض الكلمات فلا يستطيع لانه حتى لما كسرت كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوة احد والتي لا تؤثر على نطق النبي صلى الله عليه وسلم حتى منها اتكسرت لكن لا يصاب النبي بشيء من يعني الاصابة التي تعيقه مثلا عن انه يمشي يروح يوجه الناس او انه هو يبقى عنده فصاحة في اللغة لدرجة ان العلماء لما تكلموا في المسألة دي قالوا ان سيدنا يعقوب ما اتعماش انما اصيب بضعف في البصر ابيضة عناه جات له مية بيضة كده زي على عني زي ما بيقول بعض المفسرين حتى في العصر الحديث لانه اذا اصابه العمى قد يعقه ذلك عن نشر دعوته او ايصال نبوته للخلق فلا يصيبهم تلك الامراض الشديدة حتى سيدنا ايوب نفسه لما تكلم الناس عن مرضه تكلموا ان هذا المرض وان طال انما لم يكن مرضا منفرا كما في بعض الروايات التي تتكلم عن نفور الناس منه انه اصابوا شيء من الجذام او كده قالوا لا هو مرض نعم لكن الانبية لا يصيبهم ما ينفر الناس عنهم فيعيقهم عن ايصال ادعوته فبيقول ايه وجائز في حقهم من عراضي الاعراض السيمتمز اللي هي يعني اعراض المرض بغير نقص مش حاجة تخليه مش قادر يقدي رسالته كخفيف المرض امراض خفيفة عصماتهم كسائر الملائكة زي ما الملائكة مخلوقات لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فالانبياء معصومون معصومون من الاخطاء قبل النبوة معصومين من الكبائر وبعد النبوة معصومون من الكبائر والصغائر ليه لان فعل الانبياء سنة فاذا اقتضيت بهم في ذنب صار الذنب سنة فهم معصومون لان افعال الانبياء سنة فقال عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة يعني الانبياء افضل من الملائكة لان العلم يقولوا ان الملائكة مسيرة والبشر مخيرين فاذا اخترت بارادتك الله ارتفعت فوق الملائكة التي خلقت مسيرة ليس لها اختيارات فعندنا مثلا سيدنا محمد عليه السلام اعظم مقاما من سيد الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام وفي المعراج سيدنا النبي وصل لمكان لا يدخلوا سيدنا جبريل عليه السلام فالانبياء دول حاجة كبيرة اوي اوي واتباعهم يضعك في مصاف البعثة في وسطهم زي ما الراجل جل سيدنا النبي عليه السلام وقال له حضرتك بتوحشني ودائما ييجي على بالي كده لما نروح عند ربنا هتبقى في مكان مش هنعرف نوصل لك فنزل قول رب العالمين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ده كان كلام سيدنا الامام المرزوقي عن صفات الانبياء شكرا